أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر حكومة وشعبا ستظل داعمة ومساندة لكافة قضايا الأمة العربية وستظل حريصة على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة وخلال كلمته بالدورة الثمانية والأربعين لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه أصبح من الضروري أن تستدعي الأوضاع الجديدة وقفة حقيقية لمراجعة وتقييم حقيقي وواقعي لكافة المتغيرات الحالية على المستوى الدولي والإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي والتحرك نحو وحدة الصف في سبيل النهوض والتطور والمعرفة والابداع والابتكار اشتركوا في القناة